موسيقى موسيقى يتواصل التدهور الأمني القائم في تعز ليأخذ منحاً أكثر خطورة مع تصاعد محاولات الاغتيال التي استهدفت عدداً من القادة العسكريين وتزايد التجاوذ بالسياسية موسيقى أهلاً بكم في فضاحر شهدت الأيام الماضية عدداً من محاولات الاغتيال التي استهدفت قادة عسكريين فيما سقط مدنيون في الشباكات بين جماعات مسلحة في الخلفية يبدو المشهد السياسي في المدينة لا يقل خطورة عن الوضع الأمني بل إن البعض يقول إن التدهور الأمني ما هو إلا انعكاس لحالة الاحتقان في المدينة والذي وصل إلى أعلى درجاته خلال الأيام الماضية منذ توقفت المعارك الكبيرة مع ميليشيا الحوثي ارتدت المعرك نحو الداخل بات سلاح الجيش أداةً من أدوات الصراع السياسي في تعز هذا الأمر الذي يراه البعض على أنه يأتي منسجماً مع ترتيبات القوى الخارجية ومساعيها لإعادة صياغة المشهد في المحافظة واليمن عموماً فيما يقول آخرون إنه ليس أكثر من نتيجة لسبب وهو بناء الجيش الوطني على أسس غير سليمة خلال الأيام الماضية وصل الانقسام إلى درجة التهديد بالصدام المسلح بين فصائل ووحدات الجيش وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على إنهاء الأزمة إلا أن مسبباتها لم تنتهي تماماً ولا تزال تتفاعل لتنفجر في أي وقت لاحق هذا ما تجلى خلال الأيام التالية للاتفاق التي شهدت عدة محاولات اغتيال وشباكات مسلحة بين مجموعات محسوبة على عدد من الألوية العسكرية المنتشرة في المحافظة هذا الوضع يدعونا للتساؤل ما حقيقة ما يحدث في تعز ما طبيعة التأثير السياسي على المشهد الأمني في المحافظة ومن المستفيد من حالة الاحتقان التي تكاد تقضي على السلم الاجتماعي في المحافظة وعلى مكتسبات الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيا الحوثي هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من فضاحر مع كل من الصحفي أحمد شوقي أحمد من تعز ومن عدن المحلل السياسي الأستاذ عبدالهادي العزعزي أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك أستاذ أحمد بسؤال المشترك في أي سياق يمكن فهم تصاعد التوتر في تعز خلال الأوين الأخيرة؟ طبعاً جزء من التوتر القائم في تعز بسبب الصراع على النفوذ وخصوصاً أن هناك محاولة لاستكمال السطرة على الجيش من قبل أحد الأطراف ويتم استخدام القرار السياسي لأسلطة الشرعية وكذلك مقدرات الجيش والقانب العسكري حتى الاجتماعي توظف القانب الاجتماعي في هذه العملية بالإضافة إلى أن شهدت الأيام الماضية انفلات لبعض المقامع التي تنتمي اسمياً للجيش الوطني في أعمال البلطقة والاعتداد على المواطنين وبالتالي نحن نشهد حالة من الفوضى التي أصبحت نتيجة للعمل غير المنظم في عملية دمج المقاومة في الجيش وتشكيل الوية الجيش الوطني طيب أسأل سؤال المشترك ذاته إليك أستاذ عبدالهادي العسعز معنا من عدد الآن في أي سياق يمكن فهم التوتر المتصاعد في الآوينة الأخيرة بتاعز أعتقد أن التوتر الذي تشهده مدينة تعز في الآوينة الأخيرة ربما هو جزء من حالة التوتر العام في الجنوية نتاقا لمجموعة من العوامل المتراكمة طول فترة الحرب أولا عددا كبير من القوات المسلحة الموجودة في المدينة وقوات الأمن هناك ضغطا شعبي لمسألة التحرير وهناك حالة من عدم القدرة للحركة إلى الأمام هذه عملية معروفة لدى الجميع عندما يتواجد قوة بشرية كبيرة ولا تصبح لها مهام فإنها تتحول للعب في الحديقة الخلفية أي في المناطق المحررة وأيضا قلة وعيم من بعض القيادات الوسطية ومن المكونات الاجتماعية التي ترى أن بعض الأجزاء التي حررتها أصبحت بمثابة صك امتلاك لها والجميع يسعى الآن إلى صك امتلاك لمحافظة في الأساس أهم بؤرتين اقتصاديتين فيها لا زالت خارج التحرير أي أن ليس هناك ما يغري لفرض السيطرة والهيمنة ولتكرير مجموعة من العبارات أعتقد أن بعض القوى مع الأسف الشديد انحدرت إلى حالة من المراهقة السياسية مع الأسف الشديد وحالة من المراهقة المجتمعية وحالة من سيادية سيكولوجية التخلف والاجتماعي التي لا يرى فيها الأطراف أن شركاؤهم هم الخصوم لا الخسم الحقيقي الذي يقف خارج المدينة هناك حالة من الضبابية سببها الرئيسي في وجهة نظري هي غياب الخطاب الموجه العام الذي قلنا مرارا وتكرارا أنه إيدولوجيا الدولة أي أن السيطرة العليا للجيش في بلد لم يكن به وزارة الدفاع وبها هيئة أركان لا تسيطر على كامل المساحة وبها أيضا حالة من الإرباكة في التداخل في المساحة بين كل من وزارتي الداخلية وأجهزتها في المحافظات ووزارة الدفاع وأدوات السيطرة فيها والمحافظات أو السلطات المحلية التي البعض يرى نفسه سلطانا لا يروا أنفسهم بأنهم بزءا من أداة أكبر اسمها الجمهورية اليمنية والبعض مع الأسف الشديد يبدو أنه تكيف مع الوضع وتناسى أن البلد في وضعية حرب طيب دعني أنتقل إلى الأستاذ أحمد شوقي بالتساؤل يعني المشكلة كانت في السابق متركزة في داخل المدينة المناوشات في الداخل المدينة لكن في الفترة الأخيرة من الملاحظة أنها انتقلت أيضا إلى الريف إلى ما ترجع ذلك؟ طبعا واضح أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ بعض الإقراءات يعني غير المدروسة باستحداث اللواء الرابع مشاه جبلي وهو يعني اللواء تم إنشاؤه في عام 2016 تقريبا وظل لفترة غير يعني موجودا على الأرض بسبب عدم وجود قوة بشرية في اللواء وتم إنزال مجموعة أو نقل ربما قرابة 2500 جندي من اللواء 35 وكذلك ألف جندي أعتقد تم إرقاعهم بعد ذلك من اللواء 22 لقوام اللواء الرابع مشاه جبلي ويعني اخترت له منطقة أو مسرح عمليات يمتد من يعني يعني حدود الصبيحة وحيفان وحتى يعني مديرة المقاطرة كان يفترض أن يقوم هذا اللواء بالحلول في هذه المنطقة ويعني يصبح على خطة تماثم المواقهة مع الميليشيات الحوثي كما نصت على ذلك يعني قرار التشكيل والأوامر العسكرية المتعلقة بالأمر لكن حدث أن قام اللواء باستحداث معسكرين داخل مديرية الشمايتين خارج مسرح عملياته في منطقة قرية العفا بالأصابح وهي قرية صغيرة يعني وتم استحداث معسكر تدريبي في وسط مساكن المواطنين ومعسكر آخر في منطقة الجاهلي يعني في الحدود ما بين مديرية الشمايتين ومديرية المقاطرة وهذا الأمر طبعا أدى إلى استفزاز لدى أبناء المنطقة وكذلك للواء 35 الذي اعتبر بأنه اللواء الرابع تدخل أو دخل في مسرح عملياته تم طبعا هناك حصل بداية خلاف مجتمعي ثم تصاعد الخلاف ليشمل الجانب السياء العسكري خصوصا وأنه بدأت عملية انتشار واستحداث نقاط يعني بقوار نقاط اللواء 35 كل نقطة تابعة للواء 35 تم استداث نقطة بقوارها تابعة للواء الرابع مشهاقبلي وهذا أدى طبعا كما قلت لك إلى احتقان في الشمايتين كذلك امتد تمدد اللواء 17 على حساب اللواء 35 في مديرية المعافر وحصل أيضا هناك تمترس في منطقة المسرح المهم باختصار شديد أن هناك صراع حول السيطرة على الجيش الوطني تمهيدا للتسوية المفترضة القادمة بحيث أن كل واحد يقول أن لدينا القوة قدر معين وسوف أساوم على هذه القوة وسوف أتخذ من العملية السياسية القادمة طيب أستاذ عبدالهادي هل تتفق معي هل يبرر كل ما تفضل به الأستاذ أحمد حدوث محاولات مثلا يعني اغتيال الحدوث صدامات تجاذبات بهذا الشكل الذي نراه الآن في تعز الذي يقلق فيه الذي يعني يزيد من حجم الرسائل التي تقول إن محافظة تعز غير مستقرة ونموذج الذي يعني يعرف عن تعز كمدينة كمدينة كمدنية غير موجود يعني هذه الرسائل لا تتواجد بما يحصل إذا تقارينا مع هذا الحديث فقد نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فلو تقارينا معه معنى ذلك أن المدنية المزعومة في تعز كانت بسبب غياب إمكانيات وجود السلاح فعندما وجد السلاح تحول هؤلاء لإدارة صراع فيما بينهم البين ما حدث هو أن هناك بعض القيادة العسكرية فاقدة للثقة فيما بينها البين وتلك كارثة هذا يعني غياب لغرفة العمليات الموحدة غياب للسيطرة والتحكم بدرجة عامة أن يكون الصدام من فصيل عسكري مع فصائل عسكرية أخرى بحقة التمدد والانتشار هذه منطقة كبيرة مترامية الأطراف فيها جبهة منتدة المنطقة التي نتحدث عنها تزيد مساحتها طولا عن أكثر ما قرابة الخمسين كيلو متر تماما من حيث الامتداد والطول وبالتالي في منطقة جبلية تصبح المسافة هذه إذا أخذناها جوان تصبح المسافة مضاعفة كدبهة ممتدة لا زالت قواء الإنقلاب تمتد من الشريقة في المنطقة الشمالية من تعز في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية مع الأسف الشديد تشكل أشبه بحضوة الفرس على المحافظة من كل الاتجاهات لكن المسألة لا يمكن اختزالها بالحوادث اليومية علينا أن نركز لماذا تقع هذه الحوادث لماذا يسعى بعض العسكريين إلى اعتبار أنه صاحب امتلاك هذا مجرد جندي مع قوة مركزية اسمها الدولة قيادة وزارة الدفاع ما نعرفه في تاريخ العسكريين أن منتقى أمريكان يقاتل في مصر ثم قاد القوات البريطانية للتوغل في ألمانيا أن روميل كان يقود الألمان في ليبيا فانطلق إلى مسألة تعزيز التحصينات في قدار الأطلسي هذه المسألة وهذه الوحدات العسكرية هناك قرار بتسمية الوحدات ما أعلم من القائد الأعلى القوة المسلحة في تعز أن العدد لا يزيد على 2500 فرد في كل لواء هذه الاستحداثات للألوياء أعتقد أنها صدرت بقرار جمهوري والذي أصدر القرار حدد أيضا مناطق التمركز هذه مسألة مركزية المفروض أن يفصل فيها وزير الدفاع شخصيا أن يصل رئيس هيئة الأركان أن يتم زيارة هذه المناطق أن تفعل ما نسميه في المسألة العسكرية القيادة والسيطرة أن تفعل أدوات تحويل مقرد مجامع من المواطنين من مقرد أفراد إلى جيش وطني أي له عقيدة قتالية له تدريبا محدد هذا القندي لا يصنع من بيتهم لكن يجري صنعه داخل مؤسسات اسمها الجيش هي تلك التي تخلق ثقافة وطنية تخلق عقيدة عسكرية تخلق تماسك أعتقد أن الزي العسكري بحذ ذاته هو قيدا في مسألة الثقافة والسلوك المجتمعي ما يحدث في تعز هو غياب للرؤية وهي حالة غياب منعكسة من حالة القيادة وغياب السيطرة والتحكم ووضوح الهدف عندما يفقد الإنسان القدرة على قراءة الواقع وقراءة المستقبل والتوقع به يتحول إلى كائن منقادا للخرافة أو يتحول إلى منتج إشكالات جانبية وهذا يدفع للتساول أنقل هذا التساول إلى أستاذ أحمد شوقي في سياق أنك تقول أن هناك ألوية تريد التمدد واستحداث مناطق لهذه الألوية في مناطق معينة على حساب ألوية أخرى ويوحي فعلا أن القول أن هذا جيش وطني المسمى هذا غير ثابت يعني هو مسمى لا يعكس حقيقة ما لدينا إذا كانت المسألة وكما يشير لسالة عبدالهادي أن كل جهة تريد أن تتوسع وليس هناك وحدة مسيطرة ومصدرة للقرارات ووفقا لهذه القرارات يتم التنفيذ والتمركز كل من كل قائد عسكري يعمل وفقا لرؤيته الخاصة هل هذا ما يحدث هذا صحيح طبعا بمعزل عن تسمية الجيش الوطني هل إذا كانت واقعية أم لا لكن هناك فعلا حالة من عدم الانضباط موجودة في الجانب العسكري مع الأسف الشديد الأستاذ أو الزميل والصديق الأخ عبدالهادي العزعزي يقول أن هذا الانتشار والتمدد كانت بموقف قرارات عسكرية هذا الكلام غير صحيح ما حددت قرارات العسكرية في نطاق هذه الألوية سواء بما فيها الألوية المستحدثة هي الآن مسيطرة عليها ومقبول فيها لكن عندما تم التمدد خارج نطاق الخطة العسكرية ومسارح العمليات أعتقد أن هذا الأمر مهدد خصوصا في ظل حالة من الاستحواذ وحالة من فرضية أو فكرة التمكين للأسف قائمة داخل تعز هناك كل قائد مجموعة أصبح يسيطر على مجموعته بشكل ديكتاتوري وكأنهم خاصين به كل قائد لواء أصبح يسيطر على لواءه وكأنه لواء خاص به كل قائد كتيبة أصبح يسيطر على كتيبته وكأنها خاصة به هذه الاستحقاقات التي للأسف عشناها داخل تعز خلال هذه المرحلة جاءت بسبب عدم تبني رؤية واضحة وصريحة وصادقة لتشكيل جيش وطني حقيقي هذه الرؤية الحقيقية للأسف عرقلت خلال الثلاث السنوات الماضية بحقة الكيد كلما كنا نطرح مثلا معظلة أن الجيش الوطني في وضعه الحالي ليس مؤسسا بشكل سليم وبشكل منطقي كان يؤخذ هذا على أنه كيد وعلى أنه خدمة لمصالح داخلية أو خارجية أو ارتزاق أو عمالة أو غيره وكان يستخدم سلاح التخوين أمام كل من كان يبدي ملاحظة على طريقة عمل الجيش في الوضع الحالي حتى قال الرئيس عبد الربا منصور هادي واعترف بعظمة لسانه أن تشكيل الجيش شابه شيئا من القصور والإشكالات وأنه يجب معالقة هذه الإشكالات الآن نحن نقول للأسف أولا أن القيادة الموجودة في التسلسل القيادة داخل الجيش عدد منها أو بعضها ليست محايدة وإنما هي أطراف الصراع ولا يصح ولا يليق بنا ولا يليق بالجيش الوطني ولا يليق بتاعز ولا يليق بالجمهورية اليمنية أن يكون هناك قائد عسكري متحيز لطرف أو لأحد قياداته الوسطى أو لأحد أتباعه على حسب طرف آخر هذا لا يليق إطلاقا لأنه قائد للجميع ومسرع للجميع هذا رقم واحد رقم اثنين أنه كما تفضل الأستاذ عبدالهادي لا توجد غرفة عمليات مشتركة يعني ليس هناك مثلا قيادة موحدة أو غرفة عمليات موحدة هناك للأسف لوبيها تشتغل داخل هذه المؤسسات بشكل في أوي أو بشكل يعني يبين أنه حزبي لكن ليس هناك حزبية بالمعنى الحقيقي داخل تعز هناك مجامع أو مجموعات أو مركز قوة يعني تستخدم اسم الأحزاب وتستخدم اسم العمل السياتي لا في ذلك الحقيق مصالحها الشخصية ثالثا أنه لم يوجد هناك عملية تأهيل وتدريب حقيقية لعناصر الجيش الوطني والإقادته ولضباطه هذا الكلام غير موجود للأسف نحن إلى الآن لازمنا نعاني من وجود مجامع مسلحة يعني مجامع من البلاطيق يعتدوا على ناس في منطقة فلاني أو يعتدوا على التاقر الفلاني أو ينهبوا ملك التاقر الفلاني حينما تبدأ بالبحث عن هؤلاء البلاطيق أو القبض عليهم مثلا كإدارة أمن لا تستطيع أن تقبض عليهم لأنهم في النهاية يتضح أنهم مرقمين في الجيش الوطني ولديهم سلاح وسلاح يفوق قدرة إدارة الأمن بالتالي هؤلاء الأشخاص للأسف لم يتلقوا التدريب القيد لم يتلقوا العمل التدريبي والتأهيل اللازم لهم وكذلك توزيعهم وانتشارهم كقوة يعني موزعة بشكل سليم داخل المعسكرات الجيش الوطني في عموم القمهورية وليس في تعز وحدها بحيث أنك تستطيع أن تفكك هذه التشكيلات أو العصبويات الموجودة داخل الجيش رقم أربعة نحن لدينا للأسف الآن مجموعات أو أشخاص أو قيادات يعني أنا أقول للأسف بعضها في مناصب رفيعة تتخذ من انتماءاتها المناطقية والقروية يعني شعارا أو عنصر استقطاب لتحقيق مصالحها الخاصة وبالتالي هؤلاء الأشخاص مستعدين للدفاع عن كل من يتسبب بمشاكل داخل المحافظة التعز لكل من يساهم في عرقلة الحياة الآمنة المستقلة داخل المحافظة التعز لكل الأشخاص المارقين بسبب أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى قريته أو إلى منطقته أو إلى عصبته نحن طبعا لا نتكلم في هذا الموضوع باعتباره هم من تعزيا خالصا بالعاكس هذا هم وطني ويمني كامل وموجود في مختلف أنهاء الجمهورية ولكن القصة نحن في تعز أن هناك اختلافات مثلا في بقهة النظر هناك قضية عددية سياسية وفكرية وثقافية ومعرفية تسمح لنا بأن نطرح انتقاداتنا علنا لكن مثل هذا الكلام ستقده في مختلف محافظة الجمهورية وفي مختلف المرطقة المحررة وغير المحررة وستقد أن هناك صمتا مريعا بناتق بداع الخوف لكن نحن في تعز لدينا الصراحة الكافية والقدرة الكافية والشكاعة الكافية هذا بالنسبة يعني هو أيضا مثل حديثنا اليوم قملة واحدة اسمح لي فقط مسألة أن هناك في تعز من يتصرف بأن منطقته أو أن النطاق سيطرته أو اللواء الخاص فيه أو المجموعة الخاصة فيه هي ملكية خاصة هذا ليس عائدا على تعز وإنما عائد للأسف على قيادة الجيش الوطني العامة في الجمهورية الليمانية التي اعتبرت في يوم من الأيام في بداية هذه الحرب أو في الشهور الأولى لهذه الحرب بأن تعز قطاع منفصل وتعاملت معها كقطاع منفصل وأهملتها وتركتها وتم يعني تشكيل الجيش الوطني فيه تعز بدون أي إشراف من قبل قيادة الجيش للأسف وعلى رأسهم اللواء المقدشي الذي الآن يشغل منصف وزير الدفاع لم يشرف على عمل تشكيل الجيش فيه تعز وكان يطلب من الإخوة فيه تعز أن يذهبوا إلى مارب يعني ليشكلوا كتائب هناك ويشكلوا ألوية هناك وهذا غير منطقي في ظل يعني نحن الحصار يعيشوا فيه تعز وبالتالي أن المشاكل التي تعيشها تعز هي ناتج إهمال مسبق ومتعمد لتعز ولتشكيل الجيش الوطني فيه تعز طيب هذه النقطة سأحاول يعني التساؤل حولها معك أستاذ عبدالهادي بأنه هل من المنطق الآن في ظل الأوضاع التي تحدث الآن في ظل التفكك أو عدم وجود مركزية حقيقية للقرار وتحمل لتبعات هذه المركزية من قبل أفراد الجيش نتحدث هنا في المؤسسة العسكرية على أن نطالب أن يحدث ذلك في تعز يعني كمان أيضا يتحدث الضيف الآخر أحمد شوقي يتحدث على أن إذا كان هناك مركزية يجب أن لا يكون هناك تحيز لدى القادة العسكريين لطرف دون آخر نتحدث هنا عن أطرف سياسية وذلك كما يبدو وكما يقول هو وكثيرون أن ذلك يحدث في تعز وفي هذه القرارات من رأس القيادة العسكرية في المحور لا أعتقد هذه المسألة إلى الآن لا توجد لدينا دلائل أولا هذه المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية في العادة ما تكون أقل معلومات من حيث الانتشار والتقييم في البداية أنا قلت هناك قرارات بمنشأ الألوية ولم أذكر بقية القرارات أنا في الأصل لست عسكريا حتى أخوض في مسائل كثيرة لكن تناول قضايا الجيش هي في الأصل يجب أن تكون مقننة في أعتد ديمقراطيات يتم تناول الجيش بنوع من التحفظ لأنها ترتبط بالسيادة الوطنية أن نتكلم عن أحزاب عن جماعات عن بعض المكونات الاجتماعية شيئا آخر وأن نتكلم عن مؤسسة وطنية سيادية مرسى لها عملا كبير هذه المؤسسة لا تبنى بين عشية وضحاها ولا تبنى بهذه الآلية يظل دائما في جميع جيوش العالم الناس يأتون أفرادا لكن هناك مؤسسات تعيد تأهيلهم هذا التأهيل يقوم أولا على عمل فكري على وضوحا في التوجه الفكري والسياسي للدولة الإطار العام ثم تأتي بعض التفاصيل الجزئية المرتبطة بالمهنة والأداء وما نسميه بآلية التأهيل المرحلية لكن هناك اتجاه عام للتأهيل هذا أولا ما يحدث في تعز أيضا لا يعني أن الوضع بتلك الدرجة من السوء لا زال التعز في وضع جيد جدا مقارنة بمقية المناطق رغم ضعفة الإمكانيات هناك ضعفة في الإمكانيات هناك حالة عدم سيطرة وعدم تحكم من القيادة العليا هل ترى أنه فعلا أهملت في هذه المسألة تعز أهملت من قبل السلطة الشرعية من قبل أيضا قيادة الجيش فيما يتعلق بأن هناك معركة وكما يقال تعز قطاع منفصل هذه المسألة كانت لفترة محددة من الزمن مع ذلك لم تهم التعز بذلك القدر لدينا قوة بشرية قاربة 30 ألف عسكرية تقاضون رواتبهم حلت قسم كبير من إشكالاتهم لدينا بعض الإشكالات البسيطة في استكمال بنية الألوية في تموضع الألوية اليوم هناك لنا ألوية كتائب ترتيب ما نسميه بالهيكلية العسكرية هناك محور أركان حرب محور على الجميع أن لا ينسى أننا ظلينا ثلاث سنوات ومنصب أركان حرب المحور شاغر بقية الإدارات كل جيش من المقاتلين خلفه جيشا كبير من الإداريين علينا أن ننصف الناس هؤلاء أيضا قاتلوا سواء كانوا في الجانب الشعبي أو في غيره هؤلاء قاتلوا أنا لا ألوم الناس لأنني أدرك تماما أن المؤسسة العسكرية تسحب الناس وفق ثقافتها هي لا يفرضون عليها ثقافتهم كما أن من يخافون أن بعض الأطراف والألوان السياسية سوف تلتهم هذه المؤسسة هذا كلام غير صحيح المؤسسة العسكرية أكبر من هذه الأطراف مجتمعة باعتبارها مؤسسة وطنية سيادية فعادة لا تلتهم حتى الحيوانات المتوحشة لا تلتهم كتلا لحيوانات أضخم منها عشرات المرات إطلاقا وهذا ما يمكن أن نستوعب أيضا على الإخوة في تعز أن يراعون مسائل أخرى أن يساعدوا أنفسهم ليساعدهم الآخرين وضعية المحافظة هناك حالة تدمير هناك وضعا سيئا جدا لا زالت هذه المحافظة قطاعة الاقتصادية خارج السيطرة على أيضا هذه المنطقة منطقة زراعية مطلية في هذا السياق كيف يمكن أن نطلب من السلطات الجهة الأمنية في تعز محاولة ضبط أناس يتهموا أنهم عصابات لكن كما يقول أستاذ أحمد لديهم بطاقات عسكرية ويتضح أنهم يتبعون لواء أو كتائف في الجيش الوطني كيف يمكن إحدى ذلك كيف يمكن القوات أمنية لا تمتلك تسليحا كافيا ضبط هذه المسائل في المدينة في هذا الوقت نحن نتكلم عن مؤسسة عسكرية تكلمت عن أرقام عسكرية ما أعرف أنا الرجل المدني أن الجيش يخضع لأوامر يخضع لأوامر محددة هناك شرطة عسكرية هناك نيابة عسكرية هناك قضاء عسكري يجب تفعيل هذه الخطوات يجب فصل المسافة أو المساحة التي تهيمن عليها المؤسسة العسكرية والمساحة التي تتاح للأمن والمساحة المتاحة للسلطة المحلية وعلى الجميع التقيد بالمسافات الفاصلة بين الأطراف على الجيش أن يفعل أدوات الضبط الداخلية فيه هناك خطأ مع الأسف الشديد ارتكبه ما كان يسمى بالمجلس العسكري في بداية المقاومة عندما اشترط توفل للمقاومة بأن يكون من لديه إمكانية وجود سلاحا شخصي قطعة كلا شينكوف أو مايو عادي لها تم ضمه إلى المقاومة وهناك مجامع كبيرة كانت إما بعضها كان منفلتا كما يسميه كما يسميها البعض لديه أتباعا أو مشيخات صغيرة إياً كانت مسمياتها ضمت هؤلاء لأنهم كانوا الأكثر جاهزية للإنخراط في المقاومة فظل هؤلاء أصحاب استحقاق أخذوا إلى الجيش هناك مسألة أيضا لا تتحملها لا قيادة المحور ولا قيادة الليوم فرداء تحملها الجميع من قادة الكتائب وباتجاه قيادة المحور هل قرأ إعادة تأهيل هؤلاء من قبل الضباط السابقين العسكريين السابقين ما أعرف أن في تعز هناك حوالي أكثر من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف من هذه القوة هي من القوة العسكرية القديمة وأغلبها تحمل رتبا كبيرة لماذا لم تتفرغ هذه لإعادة تأهيل هؤلاء وتدريب هؤلاء هناك قصورا يتحمله الجميع يتحمله في تعز بدرجة أساسية القادة العسكريين تتحمله قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة التي لم تحدد المسافة الفاطلة ولم تكن حازمة نحن في حالة إعادة دولة على الجميع أن يستوعب ما معنى إعادة دولة على القوى أيضا ولابد أن يكون هناك انضباط بالأوامر صدر من الجهات العلية وهو من الملاحظة الآن لجان حتى رئاسية تأتي يعني يتم تشكيلها وإصدار يعني توجيهات بأن تحل الخلافات في تعز لكن والأطرف يعني الألوية العسكرية تتفق لكن بعد أن تتفق يبدو أن هناك شيء ما يحصل ما الذي يحصل أستاذ أحمد شوقي عندما نرى مثلا محاولات اغتيال لقادة عسكرية إن تحدث بعد هذه الاتفاقات السياسية من الذي باعتقادك يحاول أن يعني ينخر في هذه الاتفاقات ويلغيها ويمي يعني يحولها إلى حالة من التماهي مع الوضع الحاصل في بقية المحافظات طبعا أنا يعني أريد أن أعلق على جملة من الأمور الأستاذ عبداله هذه تحدث على أن القشة سياسي بعجالة يعني لا يتم مناقشة مثلا مواضيع القيش نعم لا يتم مناقشة مواضيع القيش يعني على مستوى يعني معلن أو يعني من قبل المدنيين أنا يعني أتمنى أن لا يكون هذا بمثابة يعني تحريض مبطن وأنا أعرف نية الأستاذ عبدالهدي بأنها سليمة لكن مثل هذا الكلام يضعنا يعني في موضع الآن الشبهة والشك إنما بصفة أحرى يجب كان على القيش الوطني وعلى قياداته أن تضبط عمله وأن تخرج من المنطقة السكنية وأن لا تؤذي حياتنا كمواطنين ونحن لن نتحدث في شؤون القيش وليسنا معانيين بها أصلا رقمي 2 أننا الآن حينما نتحدث عن مسألة مثلا ما الذي يقري وكيف يعني يتم العقز وعدم التفعيل وعدم القصور وعدم المسألة باختصار شديد نحن أمام عاملين العامل الأول هو تدخل السياسيين في عمل القوات المسلحة وهذا ناتج عن أنه أولا الفوضى التي حصلته كذا وغير كذا عدم تفعيل المواد القانونية الأساسية والتي يعني من أبرزها تحريم الحزبية داخل القوات المسلحة كان يجب أن يتم منع أي كادر حزبي أو قياد حزبي من العمل داخل القوات المسلحة أو عليها الاستقالة من حزبه وإثبات أنه فعلا وهل هذا حاصل السرح مستقل ولسا حزبيا هل يتواجد من هي الأطراف التي لديها انتماءات حزبية وبنفس الوقت تمارس عملا عسكريا الآن كل الأطراف لديها قادة عسكريين حزبيين ولكن المؤسف أكثر أن حينما يتم تفعيل هؤلاء القادة العسكريين في أنشطة حزبية مختلف التعيينات بل غالبية التعيينات داخل القيش تتم على أساس حزبي أو على أساس فئوي أو على أساس قروي يعني مسألة الكفاءة ومسألة القدرة ومسألة الحياد هذه الحالة المهنية أن هذا القائد الفلاني هو مهني وقادر ويتم تعيينه بناء على هذا الأساس للأسف شحيحة داخل قوات القيش والأمن وإنما يتم التعيين بناء على الولاءات والعلاقة الشخصية المرتبطة إما بقيادة عسكرية أو إما بقيادة عسكرية لكن أستر أحمد هناك حديث متزايد أن هذا الطرح هو مثالي في حالة وضع لا تكون فيها المحافظة تحت تهديد ميليشيات الحوسي في النهاية المطاف كثير من من ضم لهذه التشكيلات العسكرية كانوا من أبناء المحافظة من التكونات الاجتماعية فيها وهم كانوا متحذبين ربما في ذلك السياق هذا الأمر يطرح في سياق الرد على ما تفضلت به كيف ترد؟ أخي الكريم نحن جميعا حزبيين لكن في لحظة كهذه يجب علينا أن نتخلى عن أحزابنا وأن نستقيل ولو بشكل عملي يعني لا يفترض أن نستقيل بشكل رسمي لكن على الأقل بشكل عملي أن نتعامل على أساس أننا أبناء هذه المحافظة وعلينا حمايتها وعلينا حماية أنفسنا بالمقام الأول وليس باعتبارنا يعني نتبع الوبيهات أو مجموعات أو أشخاص أو أحزاب وعلينا حماية مصالح أحزابنا أو قماعتنا أو الأشخاص الذين نعمل معهم هذا الكلام يعني لا يليق بنا في لحظة كهذه لحظة الإنسان يعني لا يضمن نفسه يعني لساعة واحدة لدقائق لا يضمن نفسه وطنية هذه المؤسسة وأن نحاول أن ندعم حياديتها واستقلالها وكذلك ابتعادها عن الصراعات السياسية كان هذا الأمر مطلوب جدا لكن للأسف يعني دعني أقول أن هذه المشكلة هي أساساً موجودة يعني قضي في رأس الهرام وليست حتى في قاعدته يعني من أعلى هرم السلطة الشرعية وهذا العبث موجود وبالتالي هو يتناسل على هيئة قرارات وعلى هيئة يعني علاقات سواء اجتماعية أو حزبية أو غيرها وبالتالي يؤثر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية الأمر الآخر نحن الآن عطفاً على موضوع الاغتيالات وموضوع الليجة التي تشكلت أولاً الليجة التي تشكلت الاتفاقات التي تمت تم معارضتها من قبل القهة العسكرية وفي على هذه المنبر وفي قناة كمقراط بالقيس يعني في اتفاق الخيامي الذي كان أعلن قبل نحو أسبوعين أو ثلاث الأسابيع ظهر العقيد عبدالباسطة البحر وقال نحن لسنا ملزمين بهذا الاتفاق إطلاقاً ونحن أساساً يعني نحن عملنا عسكري لا نعمل باتفاقات وإنما نعمل بمجب أوامر عسكرية ويقب على كل اللواة أن ينفذ الأوامر العسكرية يعني المباشرة أو الجيش يقب عليه أن ينفذ الأوامر العسكرية ولسنا ملزمين باتفاقات وتم رفض هذه الاتفاق مبدئياً وبشكل رسمي من قيادة محور تاعز ومن قبل القيادة العسكرية بعد أن يعني يعني مثلا أن بعض القطط لم تمشي كما يجب بدأوا الآن يستحضر مسارة الاتفاقات الاتفاقات هذه نفترض أنها تمشي الآن نحن الآن يكون جميعا مطالبة تم في هذه الاتفاقات لكن فيما يخص قضايا الاغتيالات أولا هناك عملية اغتيال وهمية تمت داخل محافظة تعز وتم الترويق لها أن هناك عملية اغتيال وكذا في مناطق خالية وبنفس الوقت هل لك أن تكون أكثر تحديدا أستاذ أحمد هل لك أن تكون أكثر تحديدا وتعطي أمثلة أخي أنا في تعز يعني أنا في تعز كيف تتطلب مني أن أكون أكثر تحديدا يعني لو كنت أنا في مكانك في تركيا لكنت أكثر تحديدا لكن أنا في تعز يعني أنا أخشى من أي تحديد موجود أقول لك الآن هناك يعني بعض العمليات التي نحن لا تحدث عن عملية المشهورة الآن في خلال الأسبوعين الماضيين ولكن قبل ذلك وتم الحديث عن عملية اغتيالات وكذا وكانت هذه العمليات يعني في مربعات خاضعة لسيطرة المتهمين أنفسهم يعني يعني أنا أقول أن هناك عملية اغتيال تمت داخل منزلي من من؟ إذا كان المنزل هذا مستطر عليه من قبلي وحوشه مستطر عليه من قبل حرسي وحواليه مستطر عليه من قبل حراستي فمن الذي قام بالاغتيال؟ يعني مسألة غير مفهومة المسألة الثالثة أن التقنيد مثلا التقنيد الآن يتم يعني قد يعني يهتم من قبل الطرفين يعني الطرفين النزاع هناك مثلا جهة في الجهة الفلانية وجهة في الجهة العلانية تقوم في التقنيد وفي مناطق متقاربة متقاربة وتحدث عملية اغتيال في نفس المناطق هذه وينتشر فيها الطرفين طيب إذا يعني نحن نريد أن نفهم ما الذي يحدث علينا أن نحاكم هؤلاء الأشخاص أما مسألة أن نوجه عملية الاغتيالات في اتجاه مكسب سياسي معين أو لاتهداف طرف سياسي أو لاتهداف طرف مجتمعي هذا الكلام عيب لا يصلح المفترض أن اللقان هذا الذي الآن تنزل مثلاً أمن أجل التحقيقات عليها أن تقوم بالتحقيقات بشكل قدي الأخ المدعي العامة المحامي العامة للدكتور عبدالله الحاضري يعني أن نزل في قضية مثلاً تهريب الديزل في تعز ونزل في قضية مقتل شيخ صباحي الشيخ الصباحي هذا حينما قتل قتل أثناء الاعتداء في كمين تملي عناصر اللواء 35 في منطقة طور الباحة هذا كان أحد المهاجمين على قوة اللواء وقتل وقيل أن الطبيب الشرعي حدد بأن الرصاصة أتت من الخلف وأنها رصاص M4 نفس الرصاص الذي تعرض به عناصر اللواء للإصابات معنا أن الرصاصة قد تكون قائتنا الخلف عن طريق الخطأ تمام هذا مثلاً قضية يحقق فيها إلى تعز بينما نحن يعني معنا مئات القضايا داخل تعز مئات الانتهاكات مئات القتلى مئات المشاكل داخل القيش هناك يعني حالة تفلت هناك خصومات هناك خلافات فساد وهناك اعتداءات وهناك يعني ما فيش ولا لقنة نزلت إلى تعز وهذه اللقنة التي نزلت جاء عبدالله الحاضري يعني مدير دارة القضاء العسكري وثلاثة من قائدات العسكري في تعز التي لها دور في الصراع طيب بهذا الشكل كيف يمكن أن نقول مثلاً أن التحقيق سوف يكون سليم وسوف يكون مهني وسوف يكون صادق وسوف يكون يعني ملتزم الرقام الثنين أنه هذه اللقنة لماذا لا تحقق في بقية القضايا المشاكل الكبيرة الموجودة رقام ثلاثة أن الصياغة الصياغة التحقيقات تحمل اتهامات مباشرة وكأن المسألة فيها إدانة مع أنه يعني بحكم علاقة الشخصية مثلاً بفؤاد الشدادي أنا واثق تمام الثقة أن فؤاد الشدادي لا يتورط في مثل هذه الأمور وهو شخص وطني ومضحي من قبل الثورة من قبل 2011 وفي 2011 وحتى اليوم وهو شخص وطني ومضحي وعبدالهادي العزعزي يعرفه حينما تصل الصيغة أنه هذا مدام بكذا وكذا وكذا في أشياء لم يقوم بها ما معنى هذا الكلام؟ هذا المعنى أنه عملية استهداف سياسي وعملية استهداف عسكري وانعكاسي على الوضع الأمني في المحافظة يعني من الملاحظة أستاذ عبدالهادي أن بعد توقف المعارك الرئيسية مع ميليشيات الحوثي بدأت الإشكالات الأمنية التي تحدث بالظهور بداخل المدينة بشكل أكبر يبدو أن هناك تجادبات سياسية بين الأطراف المختلفة هذا يعني كما يقول كثيرون أن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟ قد لا أتفق معك بالخالص في هذه المسألة أنا لو كنت قائدا عسكريا وخيرت ما بين أن يكون المنضمين إلي هم أعضاء في أحزاب سياسية أم مواطن عاديون لفضلت أن يكونوا أعضاء في هذه الأحزاب لأنني بحاجة إلى مستوى وعي أعلى أنا بحاجة إلى مستوى وعي سياسي أعلى في هذه المرحلة ومهمتي أنا كمؤسسة عسكرية أن أقلق ثقافة وطنية هذه مهمة كقيادة للجيش وليست مهمة الأفراد لكن كيف يمكن ضمن عدم التحييز السياسية أدوات تنمية سياسية أدوات دعني أكمل فكرة أدوات تنمية سياسية أولا هذا من حيث المبدأ أي أن هذا يدرك معشرات من المفاهيم ويدرك الأبعاد ودائما ما نقول أن القائد الذي لا يمتلك خيالا سياسيا ليس سوى مقرد أبله في هذه المسألة أنت تقاتل ولا تمليخ خيالا سياسيا أي لا تنتلك أهدافا واضحة نحن نقاتل من أجل استعادة الجمهورية استعادة الدولة لا من أجل أن نفرض خيطرة على منطقة معينة أو منطقة كذا هذه مؤسسة سيادية اليوم أنا أقاتل في المديرية الشماء يتم مثلا غدا أصدر عبدالهدي كيف أو غدا أضحت أكثر في مسألة ما الذي تعني في سياق الوعي السياسي حتى تفهم النقطة بشكل أكبر هل تقصد تجيير المناكفات السياسية لمصلحة المعركة الوطنية أم تقصد أن يكون هناك بعد سياسي لهذا اللواء أو ذاك أنا أقصد أن العسكر الذي أتى من مؤسسة سياسية أقدر على التعامل مع زميله أقدر على الإنقياد أقدر على سرعة الفهم والاستيعاب آلية التعامل مع المواطنين تقديم خطاب نحن في حالة حرب لسنا في حالة سلم لكن السبب في هذه هل من المطلوب من العسكر من المؤسسة العسكرية أن تقدم خطاباً للمواطنين أم أن تواجه العدو أو الجهة المنقلبة هنا ميليشيات الحوثي في الميدان هي تواجه ثلاث عمليات بوقت واحد أنت أولاً تواجه العدو مسؤوليتك إعادة الدولة مسؤوليتك في القانون الدولي إدارة المناطق التي حررتها حتى تستقر إلى أن تكون قاهزة لتسليمها إلى الأمن هنا أنا أحتاج مفاوض جيد أحتاج قائد عسكري يجيد الخطاب يرسل رسائل تطمن للمواطنين يعزز البيئة الحاضنة لا أحتاج مقرد ريبورتات يتحرك فقط على للقتل هذا كلام غير صحيح هذا أولاً الجانب الآخر مع الأسف الشديد بعض القيادات السياسية في تعز تهدر المدينة وتهدر إمكانياتها ومع الأسف تهدر بيئتها الحاضنة لصالح من لا أعلم يتم استنزافنا واستنزاف الوقت واستنزاف المجتمع وإمكانياته هناك اختلالات أمنية علينا أولاً كمؤسسة عسكرية إعمال القانون العسكري أنا مع مسألة أن يصل رجل من القضاء العسكري كل متهم لا يعتبر مداناً حتى يثبت إدانته عبر القضاء بأحكام هذه خطوة جيدة بدلاً من أن تصبح مداناً وتهرب من أمام القضاء هذه المسألة لا نهم نتائجها نتفق على مبدأ ولا تهمنا النتائج على الجميع أن يخضع لهذه الآلية وما أرقوه وأتمنى أن ينسحب الجيش من أغلب المناطق ويسلمها للأمن خصوصاً المناطق التي ليست على خط المواقهات إلا إذا كانت القادة العسكريين مصالحاً يبحثون عنها على حساب المواطنين مرتبطة بفرض إتاوات ومصالح مادية أو بعض الهيلمان الاجتماعي الذي يسعى البعض لتحقيقه بهذه العملية سأعود إلى النقطة التي طرحتها أولاً وهي مسألة الوعي السياسي للمنضمين أو أن يكونوا مندرجين سياسياً أطرح هذه النقطة عليك أستاذ شوقي هل تتوافق بها مع السيد عبدالهادي العزعزي؟ النقطة الأولى من حديثه والله في حال نحن نريد قادة نتحول إلى نظام حكم عسكري فلا مانع إذا كنا نريد نظام حكم عسكري بأن يقودنا مثلاً تتشكيل الحكومة ودولة وقيادة وقضاء من العسكريين فلابد أن يكونوا لديهم قدر من الفهم السياسي والوعي السياسي أما إذا كنا نريد دولة مدنية فالأصل أن يكون العسكري مهتماً بشؤونه العسكرية ولا يتدخل في الجانب السياسي وحتى يفضل أن لا يكون لديه الوعي السياسي اللازم لأن العسكري الذي يمتلك القوة ويمتلك الأفراد ويمتلك السلاح ويمتلك التمويل إذا امتلك الوعي السياسي مثلاً الذي نحن نتحدث عنه سوف يتقوم بعمرة انقلب عسكري مباشرة إذن يعني ما الذي استفدناه من عملية إعادة بناء المؤسسة من جديد أعتقد أننا الآن أمام تحديات حقيقية وهي نخرج من ثقافة يعني نسيت اسمها العلمي المسألة هي المسألة ليست فقط عسكرية في تعز المسألة ليست فقط عسكرية هذا جزء مهم لكن دعنا ننتقل إلى جوانب أخرى بالنظر إلى الحالة الأمنية والمشهد الأمني في نهاية المطاف من الذي سيستفيد من هذا الاحتقان الموجود وهذه التجاذبات السياسية الموجودة والله المستفيد من هذه العملية هي الميليشيط الحوثية أو أي شخص لديه مطامع لتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ولمناطق المحررة أعتقد أننا نحن أمام تحدي للأسف ثبت خلال المرحلة الماضية عدم قدوة الصبر عليه نحن أمام تحدي أن نكون إما أن نكون مسؤولون ومتثلون للنظم القوانين ونتعد عن المبررات ليس هناك ما نسميه الآن ظروف مرحلة أو حالة استثنائية أو حالة مؤقتة أو نحن نحتاج في هذا الظرف أو نحن مش عارف إيش شغل التنظيرات هذا لا يناسب في هذه المرحلة الآن على الإطلاق من أن نحن في مرحلة بناء دولة ومرحلة بناء الدولة تحتاج إلى قانونون ويطبق هذا القانون بكل الأشكال الممكنة والمشروعة وفقا لهذا القانون إذا لن نطبق القوانين بشكل صارم وحقيقي وصادق إذا لن نخرج إلى مرحلة الدولة ولن يحدث النظام ولن يطبق القانون والأنظمة واللوائح نحن للأسف الآن كل شيء يتم يعني الإقدام عليه أو استعي من أجله يتم تمييعه ويتم توظيفه المصالح الشخصية ويتم استخدامه اللغة السياسية داخل الأعمال الوظيفية والمهنية والعلمية والمعرفية والعسكرية والاقتصادية وهذا كلام غير مقبول على الإطلاق يجب أن تكون السياسة مهمة النقبة ولا تتحول لمهمة الشارع لأنه حينما يتم تسيس الشارع هنا تتخلق حالة فضوة وانقسام يعني داخلي أفقي ورأسي داخل المجتمع هل أفهم من كلامك أن هناك حاجة لقبضة عسكرية أكبر؟ قبضة أمنية أكبر؟ بالعكس نحن الآن بحاجة لقبضة نحن الآن بحاجة لقبضة يعني إدارية سلطوية قانونية تابعة لمؤسسة الدولة بينما في الجنب العسكري نحن بحاجة إلى أن تخرق القوات المسلحة من داخل مدينة تعز إلى قبهاتها لا ينبغي أن تتشر القوة الأمنية داخل مدينة تعز يعني الآن مسارح العمليات للألوية هي خارق مدينة تعز خارق المدينة يعني في إطار المحافظة ولكي يعني تتم عملية التحرير يجب أن يتجه كل لواء إلى المنطقة الأقرب لنطاقه العسكري أو لمسرح عملياته العسكري ويبدأ التحرير من خارق المحافظة بمعنى آخر اللواء 22 ميكا يجب أن يتجه باتجاه الشريقة أو باتجاه العند وينطلق من هناك لتحرير المناطق الشرقية والشمالية يعني ويدخل إلى محافظة تعز يكفي أن تكون هناك كتيبة أو أقل داخل المنطقة الشرقية في المدينة اللواء 17 يجب أن يتجه باتجاه الغرب اللواء الرابع مشاه يجب أن يتجه باتجاه حيفا والريف الشرقي للمحافظة تعز وهكذا يتم انتشار الألوية طيب هذا الطرح أستاذ عبدالهادي هذا الطرح وتبدأ عمل التحرير من التحقق أما وجودهم داخل مدينة يعني لا يتعدى قطرها 5 إلى 10 كيلومتر نعم أستاذ أحمد في هذه الأيام إخراج المدينة من التجادبات السياسية التي تنعكس كما يبدو أيضا على الوضع الأمني وعسكريا ووضع القوى المسلحة باتجاه العدو المشترك كما يبدو وهو ميليشيات الحوثي هل هذا الأمر قابل للتحقق؟ هذا الأمر قابل للتحقق قدمة ما وجدت قوى وسيطرة متى ما توقفت الأحزاب على أن تكرر خطاب صديقي أحمد حول أننا نريد العسكريين لكن لا نريدهم أن يكونوا ذا وعيا بالعملية السياسية نريدهم مقرد عمال لدينا كقادة سياسيين وهذه أولا والثاني نريد القانون لكن لا نريد قاضيات من القضاء العسكري هذه حالة من التناقضات لا أفهمها تماما إما القانون وبالتالي المبدأ غير قابل للتجزئة القانون والقانون فقط وإما الفوضى والفوضى فقط هكذا دائما لا توجد مناطق وسطية في هذا الاتجاه الجانب الآخر والأهم الذي يجب أن نضح أن هذه القيادة أمام مسؤولية تاريخية عليها الإنجاز بوفائها وتعهداتها عليها أن لا تبحث عن معارك جانبية لأنها فشلت عن حسم المسألة العسكرية فانتقلت لتتقاتل على المنطقة المحررة بدلا من أن تقوم بمهامها وعليها أن توقف هلعها المخيف حول جناية موارد مالية باتجاهات مختلفة لتعيق كل من الأمن والسلطة المحلية وتعيق آلاف من المواطنين تفرض عليهم الهزيمة بسبب حالة الحكس التي تعانيها ويجب حساب هؤلاء القانون انتهى لدي الوقت أشكرك جزيلا شكرا للمحلل السياسة أستاذ عبدالهدي العزيزي وكذا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد شوقي أحمد كنت معنا من تعزو موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصار في أمان الله اشتركوا في القناة